هذا وقد التقى وزير الخارجية سمح شكري نظيره الأمريكي أنتري بلانكين في نيورك وذكرت وزارة الخارجية أن لقاءتنا ولا مختلفة جوانب العلاقات الثنائية وتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل كما شهد اللقاء التأكيد على أهمية الشراق الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة باعتبارها رقيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وناقش الوزيراني الاستعدادات الجارية لعقد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بشرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل